اهلا وسهلا بحضراتكم الشرطة المصرية استحدثت منظومة امنية ذكية بتساعد على تحقيق الاستقرار في الشارع وفي نفس الوقت ضبط المجرمين من خلال سيارات الشرطة الذكية او سيارات التحقيقات المتنقلة المزودة باحدث التقنيات واللي بتساعد عناصر الشرطة في الكشف عن كثير من الجرائم وكمان بتتلقى البلاغات من المواطنين في اي وقت واي مكان هنتكلم اكتر عن هذه المنظومة مع الاستاذ فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهرة 24 صباح الخير وتحياتنا ليك صباح الورد على حضرتك حسام وصباح القيلة على حضرتك وعلى كل السيدة المشاهدين اهلا وسهلا طبعا احنا بنحاول ندخل الرقمنا في الدولة المصرية جزء من الدولة هو جهاز الشرطة او البوليس الشرطة المصرية كان لازم يواكب التطور التكنولوجي اللي حاصل لازم يكون فيه منظومة اوسع فيها خدمات للسادة المواطنين بتقدم بشكل ذكي وعلى الجانب الاخر تحديث المنظومة العاملة على فرض سيطرة الامن في البلاد فلو اتكلمنا في البداية على فكرة تحديث ودخول الرقمنا في وزارة الداخلية بداية خليني اتقدم من خلال البرنامج الكبير ده بكل ايات التقدير بكل المعايدة الرقيقة لكل ضباط وزارة الداخلية ورجال الشرطة في مصر كل سنة وهم طيبين وكل سنة وكل مصري بكل خير وسلام وأمن وأمان الداخلية زيها زي اي مؤسسة مصرية في الوقت الحالي بتنتهك سياسة التحديث سياسة الرقمنا سياسة التحول الرقمي لمواكبة ومسيرة اللي بيحصل في البلد الداخلية مش بعيد بالعكس الداخلية من اول المؤسسات الدولة اللي بدأت تحديث ادارتها تحديث قطاعاتها من اجل منع الجريمة رادع الجريمة والقب على المجرمين من خلال منظومة تقنية متربطة متكملة بتؤدي الخدمات وتسهلها وتحسنها بشكل علمي بشكل تكنولوجي بشكل تقني اما من خلال الدراسة في كلية الشرطة وتأهيل الكوادر الشرطية في المعاهد المتخصصة بوزارة الداخلية او ادخال التكنولوجيا والاستعانة بالتقنيات الحديثة من خلال دايما بنقول ان الامن سلعة والامن سلعة مكلفة والامن اذا ضاع فما فيش لا استقرار اقتصادي ولا استقرار سياسي ولا استثمار ولا ولا لذلك وزارة الداخلية من اول المؤسسات الدولة التي عملت على استحداث التكنولوجيا وادخالها للحفاظ على امن مصر للحفاظ او بسط واحدة الامان في البلاد وكان ده مرضوده كبير جدا ان الامن المصري تحقق بنسبة 100% الجريمة تراجعت بنسبة 13.5% بالنسبة كبيرة جدا عن السنين اللي فاتت وعن السنوات الماضية مصر من اول الدول في المنطقة وممكن يكون في الشرق الاوسط بشكل كامل اللي تحقق فيها الامن بالنسبة كبيرة جدا فضلا او رغم الظروف المحيطة ورغم الظروف التي مرت بها كانت من اسرع الدول اللي رجعت كانت من اسرع الدول اللي امنت وتبسط فيها الامن نفوزه وايده على كل ربوع الوطن في مختلف الاماكن وفي مختلف وتعدد الفئات سواء الجريمة الجنائية او سواء الجريمة السياسية او سواء الجريمة التكنولوجية لذلك ده كان مرضوده كبير جدا ونتاج للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقم والتقنيات والخدمات المتكملة وتحسينها اللي تم في وزارتي الداخلية خلال الفترة الاخيرة أستاذ فتحي يمكن فيه مقدمة حسام تحدث عن سيارات متنقلة شرطية حديثة سيارات تحقيقات سيارة تحقيقات متنقلة ممكن حد من المشاهدين وهو يسمعنا دلوقتي أنا نفسي بتساءل مثلا احنا على الطول متعودين بيقى فيه دوريات شرطة صحيح ايه المختلف في الحقيقة ما هو ده زي اللي احنا بنقوله ان سيارات الشرطة دي ايضا تم تزويدها بتقنيات حديثة كان مفهوم زمان البوليس او الدورية الامنية هو مفهوم تقليدي جدا عن بوكس شرطة بيلف في اللي احد مثلا متهم او خارج عن القانون بيضبطه او بيتلقى بلاغ فيتحرك عليه لا دلوقتي بقى فيه بنتعامل بشكل مصر الجديدة جمهورية الجديدة فبنتعامل فيه سيارات جديدة عبارة عن قسم شرطة متنقل السيارات دي سيارات فان بدأت وزارة الداخلية بتطبيقها في سنة 2017 عبارة عن سيارة اسم شرطة مصغر فيها اجهزة حديثة كاميرات سي تي في فيها اجهزة اتصال تكنولوجية مرتبطة بغرفة عمليات الامن العام وفيها كمان منظومة للكشف عن المشتبه فيهم او العناصر الجنائية وكاميرات حديثة مرتبطة بمنظومة تقنية من اجل معرفة السيارات المختبئة او المخفية يعني مثلا في عمليات المطاردة بتسهل هذه السيارات معرفة او التوصل بسرعة لاماكن اختفاء واماكن السيارات الهاربة واماكن المجرمين والكشف طبعا فيه اجهزة للكشف عن البطاقات المزورة بطاقات الرقم القومي فيه اجهزة للربط بالاقسام الشرطة تحرير محضر داخل السيارة هذه السيارة كمان عندنا سيارة دي تم تدريب الكوادر اللي فيها يعني مثلا عندنا زابط شرطة او قوات شرطة في هذه السيارة لو هتتعامل بشكل تدريبي او بشكل فيه ملاحقة او مطاردة تم تأهيل هذه العناصر للتعامل مع ده ولو فيه كمان بلاغ او ازامات من خلال وسائل التقنيات او وسائل الربط اللاسلكي بهذه السيارة باقسام الشرطة او بالامن العام بيتم توجيه الموجودين في هذه السيارة والعملين بها من اجل التحرك للبلاغ او من اجل التعامل كيفية التعامل مع البلاغ في حالة الحالة الطارئة طيب يعني المواطن دلوقتي يقدر يستفيد بشكل مباشر من التجديد ده ازاي او العربيات المتنقلة اقسام الشرطة المتنقلة زي ما وصفتها انا دلوقتي قبلتني مشكلة حصل اي شكل من اشكال الاعتداء حدثة في الشارع عندي بلاغ هل بكلم نفس الرقم بتاع الشرطة ولا وانا موجود في الشارع بوقف دوري يعني ازاي بيكون شكل التعامل الاولي ما بين المواطن وهذه الدورية الايسر ليك متاح اذا ومواطن زي ما حدثت شاف لو انت ماشي في الشارع بالعربيات هتلاقي كل 15 دقائق عربية شرطة معدية الفان اللي هي عبارة عن دورية متنقلة ومتحركة بتشوفها على مدار 24 ساعة لو عربية استوقفتها وحبت تتبلغ عن مشتبه فيه او تبلغ عن حادث او حاجة شفتها او تدلي باقوالك في شيء او تعمل محضر ضد حد ده متاح لو انت بلغت عن طريق شرطة النجدة مرتبط بهذه غرفة العمليات المركزية في الامن العام ومدريات الامن واقسام الشرطة والنجدة وده هكلمك عليه كمان شوية ان غرفة العمليات دي بتوجه اقرب سيارة للتوجه لك في المكان اللي انت موجود فيه في خلال مفيش من خمس لربع ساعة هتلاقي عربية عندك موجودة لو انت مش شايفها او لو مش هي قريبة منك كل ده مرتبط بمنظومة ده على محافظات الجمهورية وتم اعداد طبعا تم توجيه او تم يعني سن وعمل سيارات في كل محافظة طبعا على اختلاف عدد او مساحة المحافظة وعدد قاطنيها ومساحات احياءها لكن في كل محافظة من 2017 تم تزويدها بهذه السيارات سيارات الفان او سيارات اقسام الشرطة المتنقلة المصغرة وبالمناسبة هي ابتسع اكتر من او تقريبا ست مشتبه فيهم حاجز مصغر لما يتم القبض على مشتبه فيهم او جنافي وقاع العربيات دي المواطن بيستفيد منها لو حابب يحرر محضر بشكل مباشر عن طريقها او بيتم توجيهها عن طريق شرطة النجدة هذه الدورية الى المواطن في مكان المتوجد فيه طيب يعني استاذ فتحي حضرك تحدثت عن هذه السيارة وهذه المنظومة المتنقلة منظومة التحقيقات المتنقلة ومحتواها عددها قد ايه فندم هل هيتم تعممها في مختلف انحاء الجمهورية هل هيتم استبدال العربيات دورية الشرطة اللي احنا معتدين عليها بهذه السيارات يعني لو حضرك بس تطلعنا على هذه المنوات في الحقيقة يعني اعدادها هي متفاوتة من المحافظة التانية هي كل محافظة فيها عشرات من هذه السيارات طبعا العدد او الحصر اللي هذه او بشكل عام امنيا ما ينفعش البوح بأي تفاصيل خاصة بالاعداد خاصة في اعداد التزويد والتسليح وما الى زال لكن فيه كفاية سيارات تم تزويدها في كل مدرية امن على مستوى قطاعات وزارة الداخلية وادارتها ومدريات الامن فيها السيارة دي من 2017 هي منتشرة بكل المحافظات على حسب زي ما قلت لحضرتك كل محافظة على حسب مساحتها على حسب عدد القاطنين فيها او مدى وقوع الجريمة فيها لان احنا عارفين ان فيه محافظات هادئة بطبيعة الحال ومحافظات ساخنة الى حد ما في الجريمة الجنائية وفي تجارة المخدرات ونشطة غيره فالداخلية بتتعامل او قطاعات الامن في مصر بتتعامل وفق كل محافظة بتزويدها سواء مثلا المحافظات الحدودية جل المحافظات الدافئة او المحافظات الدلتة فهنا تم تزويد المحافظات او مديرية الامن بهذه السيارات سيارات الفان او اقسام الشرطة المصغرة منذ عام 2017 حتى الان طبعا سنويا بيتم زيادة هذه السيارات بيتم الدفع بسيارات اخرى وبيتم الدفع بوسائل ايضا حديثة لتزويد السيارات دي وسيارات اكسر حداثة واكسر تطور لان كل سنة فيه تحديث لمنظومة الامن في مصر وبالتالي المواطن هو المستفيد الاكبر والاول من هذا التحديث وهذا التطور عظيم طيب انت كنت بتتكلم معنا عن غرفة العمليات وقلت ان فيه تحديث حاصل فيها وتتكلم معنا قل لي ايه الجديد في غرفة العمليات تجدد داخل الوزارة الامن العام ازاي بيتعامل مع العديد من البلاغات او الاخباريات اللي بتجيله من المباحث احنا شفنا في اكبر ممكن ازمة قريبة مرت بيها هي ازمة السيول اللي حصلت في اسوان من فترة قريبة والسيد الرئيس عفتاح السيسي وجه باغاسة ووجه بادخال حياة كريمة في محافظة اسوان وغرب اسوان تحديدا في هذه الاثناء او في هذا الوقت كان لوعم حمود توفي وزير الداخلية بيتابع عمليات شفط الامطار وعمليات السيولة المرورية وعمليات الاغاسة من هذه السيول من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية او غرفة عمليات قطاع الامن وزارة الداخلية او غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية مرتبطة حاليا بجميع ادارات النجد على مستوى الجمهورية بجميع ادارات الحماية المدنية والمرور ومزودة بأجهزة ربط لسلكي أجهزة منظومة تقنية كاميرات حديثة جدا وقوية جدا ومتطورة جدا من أجل نقل ما يحدث على أرض الواقع إلى غرفة عمليات بيتبحها وبيشوفها قيادات وزارة الداخلية مجزء من الكاميرات المرائبة اللي بنشوفها في الشوارع اللي ابتدت تنتشر في الفترة صحيح وكاميرات وزارة الداخلية كمان مختلفة عن كاميرات المواطنين أو المحلات أو غير تبقى محطوطة في الطرق وبنشوفها كتير موجودة في الطرق وده بيضرورة أمنية الحقيقة أو منعت كتير من الجرائم أو ساهمت في سرع الضبط المتهمين في هذه الجرائم أو بارتكاب الجرائم يعني احنا عندنا لما تلاقي الأمن نزل بنسبة 13.5% في مصر باختلاف طبعا احنا بنشوف حاليا الجريمة بترتكب بشكل مباشر يعني أنه مثلا ممكن تلاقي حريق وواحد فتح بس مباشر شغال على الحريق أو واحد بزي جريمة الإسماعيلية وشغال البس مباشر فتشوف الجريمة بشكل مباشر على الهواء زمان ما كنتش تشوف ده لكن واقع الأرقام بتقول الضبطيات بتقول أن الجريمة قلت في مصر بنسبة 13.5% ده مردود لعملية التطور اللي حصلت في بيت الأمني ترتيب وتكامل الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في وسائل ردع وضبط المتهمين ومكافحة ومضاردة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والمتسببين فيها غرفة العمليات في وزارة الداخلية خيادات وزارة الداخلية لما تشوف موقف طارق وعايزة توجه القوات بتم كأنه موجود في أرض الواقع كأنه موجود في أرض الحدث بيوجه قواته في التعامل إزاي تخد بالك من المنطقة دي عمل كذا تصرف كذا فهنا أنت بتشوف بتتابع الأداء عامل إزاي من خلال غرفة العمليات الحديثة اللي بقول الحديثة عليها بتوجه الضباط يتعاملوا إزاي بتشوف الخلل فين والتكامل فين ايه تعظم التكامل وتعالج الخلل هنا هذه الغرفة أو غرفة عمليات وزارة الداخلية اللي تم ربطها من خلال الأماكن أو من خلال القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية بأجهزة ربط حديثة IDR وأجهزة AVBA دي حاجات وسكوت ID ده فيه مصطلحات كتير أوي ده حاجات عايزة أقول لحضرتك أنها مزودة أرجوك لك جميل لنا بأحدث أنواع اللي عاملين في البيت الأمني أو في المجال الأمني تحديدا عارفيني الكلام ده كويس أن الحاجات دي مكلفة وباهزة التكاليف وتم خلال الفترة الأخيرة بصراحة إدخال التكنولوجيا بشكل عام في المنظومة الأمن في مصر وبقت بتواكب وتسير أو تجابه الجريمة لأنه طبعاً المجرم دايماً بيستحدث من وسائل الارتكاب الجريمة وبيستفيد من التكنولوجيا وشفنا إزاي عناصر الرهبية استفادت من التكنولوجيا في فترات سابقة وحاولت إدخالها عن طريق التجنيد عن طريق الاستقضاب عن طريق التشويش والشائعات ونشر الزعزع والاستقرار وما إلى ذلك فشفنا في المقابل لازم يسير ده أو مش لازم يسير ده لازم يسبق ده مواكبة أمنية مسيرة أمنية وقفة أمنية تكنولوجية تقنية تمنع وتحول دون استفادة المجرمين من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشكل سلبي من أجل وقف أو من أجل خفض نسبة الجريمة وده اللي تحقق بصراحة بنسبة كبيرة جداً بفضل تأهيل الكوادر الأمنية تأهيلها بشكل علمي بشكل تأهيلي وتدريبي وتقني وكمان ادخال التكنولوجيا والاستفادة منها في ملاحقة الجريمة ومضاردتها وملعها طيب أستاذ فاتحي لو كلمنا بقى عن السوشي الميديا بما أن حضرتك تطرقت للنقطة دي حضرتك قلت بالفعل أن دلوقتي بعض الجرائم وبعض الحوادث بتكون في بث مباشر الناس بتعرضها في بث مباشر ونفس وقت وقوع الجريمة ده يعني من وجهة نظر حضرتك ورؤيتك يعني منتكلم عن نقطة أمنية منطلق نقطة أمنية ده بيسهل الوضع على الجهات الأمنية أو بيصعبه لا خالي نقولها هيك أن دايما زي ما فيه تطور في الوسائل أو طرق ارتكاب الجريمة وملحقتها سواء تصويرها أو سواء إزعتها ونشرها أو طرق ارتكابها فيه في المقابل تطور في ردعها في مرأبتها في تحليل أداءها بشكل عام الكاميرات أو التكنولوجيا بشكل عام زي ما ساهمت بنسبة في وشوفنا لو حضرتك تبعت مثلا أفلام أجنبية ومسلسلات أجنبية عن الجريمة وكان آخرها لكازا دي بابل اللي هي المسلسل الشهير كيف استفاد اللصوص من التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب عمليات السطن وكان عندنا في الشرم الشيخ المترد الشور بالبطلة المحقق فنحن شفنا كيف تطور أسلوب المجرمين ووصل لمسيرة الوزارات أو المنظومات الأمنية بشكل كامل في دول متقدمة بالضبط هذا اللي بيحصل فالاستفادة أو مدى الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يحدث زي ما بيحصل بيستخدمه عناصر الشر أو عناصر الإجرام أو الخارجين على القانون بشكل أكثر شررا وأكثر سوءا الأمن بيستفيد منه بشكل أكثر إيجابية وخاصة لما يتوظف ده مع عناصر مخلصة مع عناصر مؤهلة مع عناصر مدربة على استخدام هذه التكنولوجيا أنا بشكل عام فيه يظني وفي تقديري أن الأمن في مصر استفاد من نشر الجريمة استفاد من سرع الضبط المتهمين في ارتكاب الجرائم عن طريق المتهمين فيها يعني جريمة الإسماعيلية اللي حصلت وشوفناها على الهواء دي في خمس دقايق كانت الشرطة جت في خمس دقايق كانت الشرطة ضبطت المتهم المتهم اللي اعتدى على أحد المواطنين بالصطور في الشارع وفصل رأسه عن جسده ده حقيقي دي كانت جريمة كانت شهيرة ومعروفة وكل مصر شافتها بس مباشر على الهواء عبر مئات المواطنين اللي فتحوا بس مباشر على فكرة وهنا برضو في دور لازم على المواطن يقوم بي يعني أنا صعيدي وبشكل عام أنا مصري في الأساس الله يخليك فهنا المصري لازم قبل ما يفكر يفتح بس مباشر ما يفكر يصور جريمة بترتكب يفكر في طريقة يمنع بها جريمة لأن احنا بنشوف ناس بتاخد سلفي مع حريق بدأنا نشوف ناس بتتصور ممكن حادثة أطر بتصورها على الهواء بتاخد بس مباشر لا في دور للمواطن اللي لازم يقوم بي أكثر من التصوير أكثر إنسانية حتى لو فلانه برضو خلينا نتفق على شأنه أحيانا بيتملكنا الخوف أو الرهبة لو مش هنقدر نساعد بشكل مباشر على أين نبلغ يعني نبلغ بس نبلغ يعني ده لازم فيه طريقة للمشاركة والمساهمة بشكل إيجابي أنا ما بقولش أنك انت غزت ترمي نفسك في الخطر لأنك انت مش تعرف تروح بنفسك تطف نار لكن انت ممكن تساهم نعم مسؤولية المجتمعية فهنا الدور المجتمع يعني أعتقد أن الأمن مش في حاجة إلى السوشال ميديا من أجل أنه وإن كان بيقوم بتحليل الدور السوشال ميديا بيقوم بتابعة أداة السوشال ميديا وطبعا فيه جرائم كتير استدادت عليها الشرطة والمباحث من خلال الاعترافات الموجودة على السوشال ميديا وقطاع تكنولوجيا المعلومات يعني بيقوموا بدور عظيم جدا ودايما بنقول الطمع في الخير حلو نحن مستنين أكتر عايزين زيادة البحر بيحب زيادة الأستاذ فاتحي سليمان مدير تحليل موقع القاهرة 24 بشكرك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا كل سنة وحاجك بخير ومصر بخير كل سنة وحاجك بصحة وسعادة يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا